وأخيراً، يجدني ما سوت لي شي ولا تأثرت منها أبداً الأعراض كل مالها عم بتزيد مش عارف هعيش ولا أموت عملت بدون مزح الأعراض يعني أوكي واجعها الرشح كحها بس أخرى إشي بكل هاي الأعراض اللي هي النوم مش عارف أنام ما قادر أنام براحة بضلني أصحى بهلوس يعني بالنوم أبداً أبداً مش مرتاح علاء صاحبي قبل أسبوع كان معاه فأنا كنت أحكي له دائماً أنه ياخي بس دلع خلاص دلع وهو يحكي لي أنا تعبان وأنا عطمسخر عليه لا يا أخي أنت دلوع يا أخي بس دلع فخلاص صار هو هلأ أنا بالموازن صار يحكي لي أنا بدلوع أنتو الدلوع شوف يا أخي بس دلع يا أخي بس دلع فكنا أحدا بي تدلع من مبت فكنا إلا هي حرارة وكم كحنة وكم شغلة يا أخي مصنوع أخي مصنوع يددك كثير هيك بينك مان ودهم شو بينك؟ شو أشي ناس أخي يا أخي يا أخي دللي حولك يا أخي أخي ملعب ده وإن الحياة أخي مصنوعين أخي زمن تنوعين أدول يا أخي دول شي للفورتنايل كل ما بدي أروح أفحص بفحصولي فحص تسليكي كيف فحص تسليكي؟ يعني بيمسكوا هاي تاعت الفحص بحطوها هيك بس عطرف الأنف وخلص بيشروها أنا رحت فحصت ثلاث مرات ظليتني تعبان أول مرة فحصت طلع نيكتب ثاني مرة فحصت طلع كمان نيكتب ثالث مرة طلع بوسطة مرة الثالثة حتى ما طلع أنه عندي كم ظليتني شاكك بالموضوع لأنه وما بدي أعدي أهلي وهيك فلازم يعني كنت أروح أفحص أشوف شو النتيجة أعرف أنا شو عشان ما أطلع أروح أعدي كمان ناس بالشغل أصحابي ما بصير زمان كانوا بفحوصات لو بتتذكروا بالبدايات يدخلوا هاي تاعت الفحص لموقعك تدخل تدخل جوه جوه وتطلع بتدمع تبكي هلأ صارت يا أخي أي كلام بس هيك وبتلاقيها اللي بتفحص لي دايما مش طائق حالها باسحالي مكروه لما أروح أفحص ماذا عرف ليش بس الحمد لله عكل حال وانتبهوا هاي الفترة راجع بقوة بكل مكان بكل الدول لأنه الناس كتير رتاحت مفكرة أنه الخلص راح فالكل أخذ راحته بزيادة بشيل كمامات بيطلعوا وين ما بده يتخالق مع ناس صار الوضع سبهنا به برجع الفيروس يعني يورجي الناس أنا موجود لسه على فكرة أنا ما روحت بس الناس خلص الفكرة أنه دام خلص فيه لقاح وفيه هذا يعني خلاص الأمور طيبة وعادي رجعت الحياة طبيعية بس أبداً الوضع مش هيك وأكره إشي بكل الناس هو النوم زي ما حكيت يعني آه النوم ما عارف أنام يا أخي بدي أنام مش عالعي نفسي أنام يا أخي مش نائم نيخ بنام ثلاث ساعات أربع ساعات وخلاص بصحة النوم مش قادر أرجع مع أني نعسان بس مش قادر أرجع أنا الصراحة خلص يعني عم بصير أحسن راح أحاول أنزل فيديو كمان هذا الأسبوع غير هذا الفيديو لأنه أنا هيك قاعد في البيت هلأ طول الوقت فرح أحاول هاي الفترة أفكر بأشياء أسويها إن كانت لليوتيوب للتيك توك وحكولي أنتو لو حابين تشوفوني بعمل يعني أعمل إشي فكرة أسويها وكتبوها بالكومنتات أنا دائما بقرأ الكومنتات اتبهوا عن نفسكم لا تخالطوا كتير ناس حطوا كممات عشان باطم رضوت مرضو اللي حواليكم